البلد القديمة ما يسيطر عليه تنظيم داخل الموصل 35% فقط ومناطق نفوذ التنظيم في العراق هي أقل من 4% ما تفضل به هو في موضوع سيطرة القوات العراقية صحيح هذا الموضوع وسيطرة تنظيم الدولة الآن في الموصل في جانب الأيمن أيضا صحيح بهذا الحدود الثلاثين إلى خمسة وثلاثين اللي هي أحياء شمال الموصل القديمة ولكن العقدة الأساسية في هذه المنطقة هي الموصل القديمة اللي مساحتها أربعة كلمة مربع وفيها بقرابة أربعمائة ألف إنسان لماذا؟ لماذا هي العقدة؟ لأنها أصعب منطقة لكونها منطقة صغيرة وكثافة سكانية عالية جدا أي أنه ممكن أن تتكبت خسائر كبيرة بالمدنيين وإذا كان هناك أي صمود من قبل تنظيم داعش قد يؤدي إلى قتل مزيد من الناس ولكن يبدو أنه من تصريح رئيس الأركان أنه جاد في أن يحسن معركة خلال الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة ولكن أعتقد أنه سيكون هناك خساء كبيرة في صف المدنيين أما موضوع ضردهم من الموصل قد يكون هذا قريبا هل يمكن أن يكون قريبا جدا لدرجة أنه يمكن أن يحصل قبل شهر رمضان؟ لا يوجد أي عسكري بالعالم يستطيع أن يعطي موعد لإنهاء معركة المعركة تدخل بها كثير من الأمور ولكن هذا ما تعودناه من القيادات العسكرية وحتى رئيس وزارة العراق الذي قال من العام الماضي أنه سنخرج داعش من العراق في نهاية العام 2016 وما زال داعش لحد أن يستولي على حضرته قلت 4% من أرض العراق لا مو صحيح قرابة 15% يسيطر على داعش الآن ما زال من شرق سامرة إلى الحويجة إلى شمال صلاح الدين إلى المنطقة الغربية التي هي شرق الحضر والحضر تبعد 130 كيلومتر عن الحدود السورية جنوبا إلى منطقة الرطبة إذن لماذا هذا التناقض في تقييم الوضع في الموصل من قبل القادة العسكريين والسياسيين أيضا؟ يعني تدخل فيها الكثير من الأمور أولا عوامل سياسية أنت تعرف الحقيقة الأمر أن بقاء الحكومة العراقية منذ أن كان هناك فعل من الشعب عليها ليسقطها كان لننتظر ما بعد طرد داعش الإرهابي هذا كان واحد من الأعذار لقدمته الحكومة إضافة أن وجود الحجد الشعبي واستمراره واصدار قانون بوجوده أيضا كان باستمرار معارك مع تنظيم الإرهابي داعش هناك مستفيدين أمريكا ومستشاريها وتواجه العسكري بالآلاف موجودين من القوات 64 دولة حالف 18 جيش هذا كل يستنزف القوات العراقية ويستنزف ثرواتهم الآن الديون العراقية تجاوز 80 مليار إضافة إلى أن هناك نفط مباع بالآجل لسنوات قادمة ومحجوز النفط من 15 عام وضع سكان مدينة الموصل من تبقى من سكان مدينة الموصل داخل المدينة المناشدات أنت تعلم لم تتوقف حتى قبل بدء هذه العملية العسكرية والسؤال لماذا تهمل كل هذه المناشدات لماذا لا يكترث أحد بأوضاع العراقيين داخل الموصل للأسف هذا كان هو سياسة الحكومة منذ عام 2003 وإلى الآن يعني الأمس هناك مئة شخص اختطفوا من منطقة الحضر التي تم تحريرها من الحجر الشعبي مئة شخص اختطفوا الآن وأهاليهم يطالبون بأسماهم هناك الآن تفتح مقارات الحرس الثوري الإيراني في الجانب الأيسر الذي تم تحريره من قبل إيران وحرس تولي إيران المواطنين الذين رجعوا إلى المناطق الأيسر الآن لا يستطيعون الحصول لا على المواطن طبية ولا ماء ولا غيره في حين أن هناك مثلا الزوار الذين يأتون من إيران ينالون من الطعام والراحة أكثر من ما يقدم لأمناء العراق هذا كله والحكومة العراقية لم تضع في ميزانيتها لعام 2017 ولا أي نسبة لغرض إعمار المناطق المدبعة السؤال هل يمكن أن تتدارك الحكومة العراقية إذا كان عند أصل لديها وقت لتدارك ذلك لتدارك ذلك التقصير تجاه سواء من تبقى في مدينة الموصل أو حتى المهجرين الذين خرجوا من الموصل لن تستطيع الفساد يستشري فيك مفاصل الدولة حتى لو كانت هناك دول تريد أن تقدم مساعدات للنازحين سبق وحصل عندما قدمت دول عربية سعودية قطر الإمارات لم تصل لهؤلاء النازحين لكون الناس الذين يحكمون الآن في العراق ليس لديهم شعوب مسؤولية تجاه المواطن العراقي أي أن كان بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو قوميته هذا هي المشكلة التي تضع العراق الآن على طريق المخاطر ولا نعرف ما هي النهاية هناك كثير ما يحصل الكوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في سوريا والعراق ضد تنظيم الدولة هل لها دور في دعم الحكومة العراقية سواء ودفع الحكومة العراقية أيضا في الوقت ذاته إلى تحسين صورتها أمام مهجري الموصل؟ حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة قدمت الكثير للجيش العراقي والدعم الحكومة دعمتها بلا حدود ولكن لم تستطع أن تصل معه من نتيجة بسبب أنه غير كفوئين غير قادرين على التأقلم مع وضع جديد غير قادر على أن يعمل بشكل وطني عانت الولايات المتحدة من هؤلاء التي جلبتهم للحكومة بارتباطاتهم مع إيران ونسوا أن أمريك هي التي أتت بهم وتلاحظوا الوضع العام الآن هناك إعادة للترتيب الصورة هناك تواجد أمريكي اليوم في حديثه وتواجد أمس في رؤية وهناك طلب أيضا من أمريكا للحكومة العراقية بعض عشرات الشخصيات الذين ارتبطوا بإيران وفق قوائم سلمتها الحكومة الأمريكية العبادي ولذلك شوف إيران الآن تتحرك كل ما تحركت أولايات المتحدة وبالضغط على الحكومة العراقية لتحجيم دور إيران والميليشيات لغرض إعادة بناء هيكلة الدولة العراقية لما يخدم مصالح أمريكا ومصالح عراقيين إيران لا تقبل تدفع بميليشياتها تدفع بتصريحات ضد المكون الآخر وتثير الطائفية وتحاول تعيد العراق إلى مربع الأول الذي كان هو الحرب الأهلية أنت تقول تثير الطائفية والبعض يقول أن الطائفية أصبحت قدرا محتوما على العراقيين وهذا سؤالي حول مستقبل مدينة الموصل هل تتوقع مستقبلا مزهرا مشرقا لمدينة الموصل بعد يوم من تحريرها من تنظيم الدولة الله يعني حقيقة الأمر سلين نكون واقعيين نعم غير واضح الأمور لأن الكرد يطمعون فيها الأتراك يطمعون الإيران تطمع فيها هناك كثير من الخطط لهذه المنطقة حتى تدخل دول إقليمية وحتى الكيان الصهيوني إلى دور في هذه العملية وبالتالي الموصل تحتاج لوقفة قوية من أهلها ومن كل العراقيين الشرفاء لغرض إنقاذها نعم هناك قراصة من البرلمان بإيقاف أي إجراء تجاه الموصل إلى ما بعد تحريرها من قبل البرلمان العراقي ولكن تبقى القضية هناك صراع خفي قوي جدا طائفي وعرقي هذا كله الآن يدور حول الموصل ماذا عن الدول العربية؟ هل هي عاجزة تماما عن التدخل عن تغيير هذه الخارطة التي تريد فرض جهة ما فوق العراقيين؟ وأصدد هنا إيران والميليشيات المرتبطة مع إيران هل تستطيع السعودية على سبيل المثال التدخل في الوضع العراقي لصالح الشعب العراقي؟ الخطأ الذي ارتكبت الولايات المتحدة بالسماح لإيران بالتمدد والعمل في هذه الدول في سوريا، لبنان، اليمن كان إلى تأثير شديد جدا على الأقطار العربية الخارجية تحديدا والسعودية يعني عاصفة الحزم اللي مضى عليها قرابة ثلاث سنوات استنزفت كثيرا بالنسبة للقوات السعودية السعودية إن لم تجد معاونة المولايات المتحدة أو طلبا منها بالسماح بمساعدة المقاومة العراقية أو غيرها لا يمكن أن تتخل السعودية وألطلبت إيران إذن أمريكا للتدخل في العراق والسالة الميليشياتي؟ لم تطلب ولكن أمريكا سمحت أمريكا سمحت في عام 2006 عندما حصلت الحابة الأهلية في العراق بأثر تفجير الإمامين كان هناك ضوء أخضر لإيران أن تتدخل بقوة وهذا ما حصل وإنك شاهد عياني وليس الكلام عندما حصل كان هناك القوات الأمريكية في شهر كانون الثاني عام 2006 كانت خسائل القوات الأمريكية أكثر من 120 قتيل بالشهر في شهر إشباط عندما ضر الإمامين ودفعة الحرب الأهلية أو دفعة إيرانيين لقتل أكبر عدد منهم من السنة وتهجيرهم من بغداد والمحافظات في الشهر الثالث والرابع راجع الإحصائيات لا تجد قتيل واحد أو عدمه من قوات الأمريكية إذن صار هجوم شلوا المقاومة العراقية وشلت المجتمع العراقي بكامل وخلق حالة جديدة نعاني منها إلى الآن ولكن تقول مقاومة العراقية أين هي المقاومة العراقية الآن؟ لماذا بعض يقول تغط في سباة عميق؟ هذا اللي صار أنه المقاومة العراقية أثناء 2014 قبل يقول داعش كانت على أبواب بغداد وأن تدخل لإسقاط الحكومة هذا الواقع الحال ظهر داعش فجأة في الشمال وقيل أن داعش حول بغداد بينما داعش كان ما زال في طريقة للموصل هذا اللي أعلى المالكي في ذلك الوقت وداعش كان سب أساس في إيقاف المقاومة والتأثير عليها وتدخل أمريكي في ذلك الوقت لا تلاحظ وقوات إيرانية كانت على الحدود أي أن اللعبة كانت أمريكية لم تكن نظيفة وبالتالي أثرت حتى على الدول التي كانت تساعد المقاومة العراقية عندما سميوا بداعش أو غير داعش بحجة داعش امتنعت حتى الدول التي كانت تدعم المقاومة العراقية سواء بالسلاح أو بالأبواب ولكن بعد أن تنتهي داعش هل ستنتهي مهمة المقاومة العراقية هل تستطيع المقاومة العراقية تعود من جديد نعم هي بدأت الآن العودة ولكن دائما في مناطق معينة يسمون ما زال أي يقف ضد الحكومة يسمى داعش ولكن حقيقة الأمر هناك كتل ويعني تنظيمات عقائدية وعلمانية تقاتل الآن في مناطق معينة العراق تحت لواء المقاومة الوطنية ولكن أي كان يقاوم الحكومة الآن يعتبر في صف داعش وإذا تلاحظ تصريحات الحشد الشعبي اليوم عن أنه يتهم الأمريكان بتستع على ثلاث آلاف من الدواعش في المنطقة الغربية ويمنع الحشد من قتالهم لكونهم يأمل في احتلال أنبابرة ثانية طب ما حقيقة هؤلاء يعني بعض يقول هؤلاء هم مدنيون والبعض يقول الحشد تدعي بأنهم عسكريون ما حقيقة اختطاف واختفاء أربعة ملايين عراق في محافظة عراقية هذا الموجود لحد الآن ونحن طالبت قبل فترة سنسوي الطالبة إلى الأمم المتحدة للتحقيق بهذا الأمر هناك عشرات آلاف المختطفين في كل منطقة تحتلها الميليشيات تخطط في شبابها ولا يعرف لحد الآن مصيرهم هناك يعني ما مسجل هناك أكثر من 15 ألف حالة عدى النساء لمختطفات من 2003 الآن أهاليهم يرفضون البوح بأسماءهم خشية لقضايا عشائرية ودينية من هذه الأمور يعني البلد لكن هناك أربعة آلاف يعني بعض النواب العراقيين أشار إلى هؤلاء قال هناك أربعة آلاف مختطفون في محافظة صلاح الدين تحديدا عدى هم ثلاثة آلاف في الرزازة في منطق الرزازة في الأنبار المعارك الأخيرة هؤلاء اللي اختطفتهم ميليشيات النجباء وحزب الله وغيرها القطريين اللي اختطفوهم ما الدولة هي أطلقت سراحهم هذا يعني وبعد ذلك قالوا أن قطر أدخلت أموال مبالغ ضخمة إلى المطار الدولة لا تجد الصح من الكذب لديها لا يوجد قيادة تفاهم معها لا يوجد استراتيجية تمضي بهم نحو طريق معين معروف هذه المشكلة للحكومة العراقية وما اكتشفت الولايات المتحدة متأخرة أنها لن تستطيع أن تستفيد حتى من احتلالها للعراق بوجود هؤلاء الناس ولذلك هناك مبادرات وصريحات من الرئيس ترامب حول تغيير الوضع في العراق وللآن الإيران بدأت تتحرك باتجاه احتمالات المستقبل شين هي إيران تتحرك قواته وتتنموها سؤال الأخير لك حول مناطق جنوب العراق البعض يقول بأنها استفادت من الحكومة العراقية التي يصفها البعض بأنها حكومة طائفية والبعض يقول أن الحكومة العراقية لم تميز في تعاملها مع أي من مناطق العراق أثرتني بعض الصورة التي تم تدولها على مواقع الإنترنت لا أدري إن كانت صحيحة أم لا حول عشيرتين في الجنوب اختصمان حول أراضي وأصبحوا يقصمون الأراضي أراضي الجنوب بين العشائر نتيجة الخلافات بينها هل هذا صحيح؟ هذا صحيح لأنه ضعف المركز ولكن هل أن استفادت الجنوب؟ لا أبدا كل أهل الجنوب ويدعون أنهم يمثلون بالحكومة بالعكس تضرروا أكثر مما كانوا مضررين في السابق الآن الفقر والجوع والتهجير في الجنوب أكثر من أي منطقة أخرى يعني عندما كانت قبل دخول باعش كانت المناطق السنية أكثر فاهية من المناطق الجنوب اللي مسأت رأيها الحكومة لأنه كان يعملون ولديهم صلاة وعملوا تجارة وغيرها ولذلك المكون الشيعي الأساسا هو من ظهر بتظاهرات كبيرة ودخل البرلمان ودخل رئاس الوزراء وكان طلب برجاء من رئيس الوزراء وبيستعانا بمقتدر الصدر ليقاف تظاهرات لحين إخراج داعش إذن العراق كل اليوم نصفه يقاتل الحكومة سلميا وهم الشيعنا نقول والسنة تحت الإرهاب داعش والآن سيرفعون السلاح كمقاوة بعد خروج داعش لكي ينهون هذا الوضع المأساوي في بلدنا أشكرك شكرا جزيلا الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية قصي المعتصم وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة